اشتركوا في القناة وافراد شرطة المجتمع وحراس المدارس لتوفير المناخ الامن للطلبة بدءا من دخولهم لابواب المدرسة الى تزويدهم بالبرامج والارشادات التوعوية التي تسهم في تقويم الطالب ورفع معدلات السلامة بناسبة العام الدراسي الجديد نظمت شعبة شرطة خدمة المجتمع بمدرية شرطة المحافظة الجنوبية عدد من الحملات التوعوية والتثقيفية لطلبة المدارس واليال الامور والكادر التعليمي والهدف منها تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية ونشر الوعي والثقافة الامنية بين أفراد المجتمع وتم تنظيم عدد من أفراد شرطة خدمة المجتمع في الفترة الصباحية والمسائية بمحيط المدارس وذلك من أجل تأمين سلامة ابناءنا الطلبة وتم توزيع بطائق تهنئة تضمن رمز QR والي احتوي على عدد من المطويات بها عدة مواضيع أمنية وتثقيفية وصحية وتوعوية مع بداية العام الدراسي لدارة العام المرور عدت الحملات التوعوية الميدانية في العديد من محافظات المملكة وحرصت الإدارة أن تشمل جميع مراحل التعليمية تهدف هذا الحملة إلى تذكير جميع مستخدمين الطريق وبالأخص الطلبة بهمية تقيد بقانون مرور لتأمين سلامة الطلبة أثناء ذهابهم إلى المنشآت التعليمية من خلال هذا الحملة يتم توزيع هداية للأطفال وكذلك كوبون مقدم من شركة الوطنية للتأمين بإناء وكذلك كوبون من منتزه عداري من خلال طبعاً هذا الحملة تدعو لدارة العام المرور السواق وأولياء الأمور بهمية التقيد بقانون مرور والتعاون مع الرجال الأمن لضمان إنسابية الحركة المرورية وتتمنى أن يكون عام دراسي آمن جسدت وزارة الداخلية أجمل صور الشراكة المجتمعية من خلال تواجد رجال أفراد الشرطة في محيط المدارس مع الجهات ذات العلاقة وفق خطط تعمل على رفع الوعي لدى السائقين وأولياء الأمور والطلاب مع ضرورة تعاون الجميع بالالتزام بالأنظمة والإرشادات المرورية وتجنب السلوكيات الخاطئة لتحقيق سنة دراسية آمنة